كيف يكون التعامل مع غير المسلمين؟ مع اليهود، مع النصارى، مع الهندوس؟ لابد أن نتوسط معهم بعض الناس تعرض لهؤلاء الكفار بالقتل، بالسب، بالسرق، أخذ الأموال بعض الناس شارك الكفار في عيادهم نفي لهم بالعهود، الذي بيننا وبينهم يعني لا نتعرض لهم لا بالقتل، ولا بالسب، ولا بأخذ الأموال وكذلك مع هذا لا يمكن أن نشاركهم في عيادهم في احتفالاتهم ندعوهم إلى الله المسلم ينصح للكافر لا يغش الكافر المسلم يحب الخير للكفار وهو أن يدخلوا في الدين الإسلام ويخاف عليهم من النار يعلم الكفار يتعامل معن في البيع والشراء يتعامل معن في البيع والمسلم يتعامل معن في البيع والمسلم ترجمة نانسي قنقر